واخيرا الفيديو اللي انتظروا الملايين امتحان برومتر قطر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا محمد ناصر ابو يوسف بحيكم من قناتي مذكرات ممرد هاي القناة نتكلم فيها عن التمريد مهنة العظماء فاذا عجبك العنوان خليك معنا للاخر ولا تنسى الهاند واشنج البس لغلافز هات الماسك وتفضل معنا كثير 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 ماس من الزملاء المتابعين الي على القناة طلبوا مني اعمل فيديو عن تفاصيل امتحان لبرومترق لدولة قطر كيف نقدم هذا الامتحان وشو الشروط الواجب توفرها شو الوثائق اللي لازم نقدمها وقديش بيكلم بالبداية امتحان برومترق قطر هو امتحان رخصة مزاولة المهنة وهو الامتحان اللي لازم تنجح فيه عشان يكون معاك رخصة مزاولة المهنة كممرد او ممارس صحي في دولة قطر طبعا الامتحان فيه منه امتحان للتمريد في امتحان للقابلات فيه للأطبة فيه لفني الأشعة فيه لفني المختبر للعلاج الطبيعي لكل مهنة فيه امتحان منفصل قبل ما تقدم الامتحان اصلا فيه عملية لازم تعملها اسمها الداتا فلو عملية الداتا فلو هي عملية تحقق اساسية للتأكد من ثبوت صحة اوراقك وشهداتك ووثائقك زمان كان الواحد لما يقدم على اي وظيفة سواء جوه البلد او بره البلد كان يعطيهم شهاداته وكل شهاده معاه نسخة وعليها ختم نسخة طبق الاصل ويقبلوها حاليا بعد ما كثرت حالات التزوير وانواع الغش تم انشاء مؤسسة مستقلة شغلتها انها تتأكد من كل ورقة بالعالم فبكل بساطة انت بتصور اوراقك كلها تعمل لها سكاننج تعملها نسخة بي دي اف وبتحملها على الكمبيوتر او فلاش ميموري وبتبعت لهم اياها على الايميل هم بيمسكوا مثلا شهادة الجامعة بيبعتوا للجامعة ايميل هل فلان الفلاني متخرج من عندكو عن جد ولا لا بيمسكوا مثلا شهادة انتسابك لنقابة الممرضين الاردنيين بيحكوا مع نقابة التمريد هل فلان عضو عندكو ولا هاي الورقة مزورة وهكذا بعد ما يتأكدوا من انه كل اوراقك سليمة بيبعتوا لك الاوكي انه بتقدر تبدأ دراسة للامتحان اللي انت حاب تقدمه فعملية التحقق هاي في كل دول الخليج اسمها الداة فلو في امريكا في اشي شبه هيك لكن هناك بسموه الكريدينشال ايذاليواشن انا كممرض كيف بقدر اقدم اوراقي لعبلية الداة فلو نصيحة من واحد جرب وعمل الداة فلو مرتين لدول الخليج انا عملت مرة لابوظبي وعملت مرة لقطر بدل ما تتوه حالك وذلك تدخل على مواقع وتبحث وتبعتهم لحالك ويمكن يكون في اشي صح يمكن في اشي غلط ترجع تعيد البروسيس من اول روح على مكتب مختص بالامور هذه واتفعله عشر عشرين دولار زيادة وخليهو يعمل لك كل اشي في الاردن اهم مكتبين مشهورين بمعاملات الداة فلو لدول الخليج اللي هم مكتب القمة ومكتب الريان فعملية الداة فلو مع رسوم الامتحان مع كل البروسيس من اول ما تعطيهم الشهدات لغاية ما تطلع من الامتحان وتطلع النتيجة انك ناجح ما بتكلف ست سبعمائة دينار هم من كل هذا المبلغ بكونوا حطين في جيابهم يدوب عشرين خمس وعشرين دينار فانت دفعينهم عشرين دينار احسن ما تخربط في شغله وترجع تعيد البروسيس من اول وجديد شو الشروط؟ اولا لازم تقدم شهاداتك الاكاديمية يعني بدك توريهم شهادة الثانوية العامة شهادة الجامعة لو انت كل دبلوم مجسرت لازم توريهم شهادة الدبلوم كمان بدك توريهم كشف علامة الجامعة رقم اثنين الخبرة العملية بدك توريهم انه عندك خبرة سنة او سنتين على الاقل قبل ما تقدم للداة فلو لأي دولة من دول الخليج الترخيص المهنية برضو بدك تثبت انك انت عضو في نقابة الممرضين والممرضات في بلدك وعندك شهادة تثبت انتسابك الى هاي النقابة السجل الجنائي برضو رح يطلبوا منك شهادة حسن سيرة وسلوك او شهادة عدم محكومية ما بتفرق الاسم من دولة لدولة المهم بدك ورقة تثبت انه انت ما عليك جضايا وما انسجنت قبل هيك وسلوكك حسن وماشاء الله عنك شو الوثائق اللي لازم اقدمها للداة فلو لازم تجيب نسخة من جواز السفر الصفحة اللي فيها البيانات الشخصية الصفحة اللي فيها صورتك واسمك تاريخ الميلاد والى اخره الشهادات الاكاديمية بتجيب لهم نسخة اصلية من شهادة الجامعة من كشف العلامات كل الاوراقها رح يصير لها سكانين وتنبعت على الايميل مش رح يخضوا الاصل يعني شهادات الخبرة برضو بتعطيهم الاصل تصاريح المهنة تعطيهم نسخة من انتسابك لنقاط التمريض وشهادة السجل الجنائي او شهادة حسن السيرة السلوك او عدم المحكمية ما بتفرجش الاسم وهم بيبعثوها الى مؤسسة الداة فلو تبع دول الخليج تكاليف الداة فلو بتختلف من انسان للثاني حسب اكثر من سبب فمثلا اللي بيكون قدم باكالورس على طول بيدفع اجل من اللي بيكون قدم دبلوم بعدين جسر لانه شهادة دبلوم لها داتا فلو لحالها فممكن تكلفك من 200 ل 400 دينار حسب انت شو فيه معك اوراق ابو يوسف طب انا قدمت داتا فلو مثلا للامارات بعديها بسنة و سنتين بدي اعمل داتا فلو لقطر بقدم نفس الورج وبدفع نفس الرسوم لا انا حصلت معي انا شخصيا كان معاي ناجح في انتحان الهاد ابو ظبي وبعد بسنة رحت اشتغلت في قطر فلما جيت اعمل الداتا فلو قالولي بتعيد لبروسيس اه بس بتدفع 100 مش 200 دينار لانه انت كل اللي بدك تعمله بس بدك تغير اسم الجهة الموجه اليها الاوراق بدل وزارة الصحة الاماراتية وزارة الصحة القطرية فيه ناس بقول انا عامل داتا فلو مثلا قبل سنة او سنتين ولحد الان ما قدمت لبرومترك في هالسنتين صار معاي سنتين خبرة زيادة بدي اضيف شهادة خبرة بسنتين كيف بدي اعمل؟ بكل بساطة بترجع تبعت لهم ايميل مع صورة انشاة الخبرة الجديدة وتكلفة اضافة وثيقة جديدة تتراوح من بين 50 الى 100 دولار يعني من 35 الى 70 دينار اردني حسب الوثيقة وحسب عدد الوثائق اللي بدك تقدمها لهم طبع العملية ما بتصير بيوم وليلة يمكن يقعدوا شهرين او ثلاث لحتى يردوا عليك واذا كنت دبلوم وجسرت يمكن تطلع اكثر منيك فيه جوز شهر بس عشان انشاة دبلوم هلا جدمت الداة فلو تأكدوا من كل ورجك دفعت لهم الفلوس بيبعتولك ايش اسمه تقرير الداة فلو في التقرير هات بيكون مكتوب كل التفاصيل عنك اسمك عمرك تاريخ ميلادك وان ان ولادت انت تخرجت شو معك خبرات كل ايش جدمت قولهم بلخصولك اياه في 5-6 صفحات بيبعتولك اياه زي ما هم بتقدم هذا التقرير للجهة او البلد اللي انت بدك تشتغل فيها فبيحددولك موعد للامتحان هسا بنا نحكي عن امتحان برومترك قطر امتحان برومترك قطر للتمريض هو امتحان يهدف الى تقييم كفاءة الممرضين الذين يرغبون في العمل في دولة قطر كل دولة الها امتحان شكل في برومترك قطري في برومترك عماني في برومترك سعودي في امتحان في الامارات لكل امارة امتحان مختلف في الهاد في ابوظبي في الدي اتش اي في دبي وهكذا فامتحان قطر اسمه البرومترك لازم تقدم لهم شهادتك اللي هي البكالوريوس مع كشف علامات الجامعة من جامعة معترف فيها الخبرة العملية لازم تكون معك خبرة سنتين أو ثلاثة قبل الامتحان عشان تقدمه وأحياناً بطلبه كفاءتك في اللغة الإنجليزية بعض الأحيان مش دايماً بطلبه إنك تكون عندك علامة كويسة في امتحان آيلتس أو توفل أو إشي زي هيك غالب إن هاي بتصير مع طبة لكن في أحوال نادرة بطلبوها منك لو كنت بدك تشتغل سوبرفايزر أو هدنارس أو ميترون طب سؤال أنا كان معاي خبرة مثلاً عشر سنين بعدها جعت سنتين بدون شغل ما بنفع يكون فيه انقطاع في الخبرة أكثر من سنتين فإنت لو جعت بدون شغل سنتين إلا يوم لاجي أي شغل بأي طريقة بحيث إنه ما يكونش آخر سنتين قبل تقديم البرومتريك أنت جعت سنتين بلا شغل بتقدم نسخة من جواز السفر الوثائق اللازمة تعطيهم نسخة من جواز السفر نسخة واضحة من الصفحة اللي فيها بيناتك الشخصية طبعاً لازم ما يكون منتهي شهاداتك الأكاديمية اللي هي شهادة الجامعة وكشف العلامات السجل المهني اللي هي شهادات الخبرة وممارسة المهنة أو ورقة انتسابك للنقابة مع تصريح مزاولة المهنة من وزارة الصحة في بلدك رسوم الامتحان تختلف حسب مركز الامتحان وحسب الدولة طبعاً هسا الكل بديوا يسألني نقدر نقدم امتحان برومتر قطر بره قطر أكيد بتقدر في عمام في مركز أو اثنين لامتحان برومتر قطر في مصر في مركزين أو ثلاث في الجزائر في مركزين أظن في كل بلد في مركز أو اثنين لكن بدك تبحث ادخل على جوجل ويكتب أقرب مركز لامتحان برومتر قطر إليه أو ما هي مراكز امتحان برومتر قطر في الجزائر أو في المغرب أو في مصر اكتب اسم دولتك فبيعطيك أقرب مركز عليك والعنوان ورقم الشارع وكل إشي بالتفصيل الموملة الامتحان بكلف ما بين 200 إلى 300 دولار أمريكي على حسب إنت وين رح يتقدمه طيب أبو يوسف لو قدمت الامتحان ورصبت بقدر أعيده طبعاً تقدر تعيد الامتحان ثلاث مرات وفي بعض الأحيان بسمحولك لحد خمس مرات لكن لو قدمت من داخل قطر مسموه لك خمس مرات لو قدمت من خارج قطر بعد ثلاث مرات لازم تستنى فترة زمنية معينة بعدها تقدم الرابع والخامسة يعني أنت بر قطر رسبت المرة الثالثة بجوز يقول لك استنى شهر أو شهرين بعدين نحجز المواعد الجاية طبعاً ليش الناس بتحب أنها تقدم امتحان برومتر قطر وهي مش موجودة بقطر لأنه لما يصير فيه مقابلات الأولوية للإنسان اللي ناجح في هذا الامتحان بتعين قبل الإنسان اللي ما قدمه أصلاً طيب قديش علامة النجاح في الامتحان يجب الحصول على ما لا يقل عن خمسين بالمية من إجمال الدرجات للنجاح في الامتحان الامتحان عبارة عن مية وخمسين سؤال بتحلهم على ثلاث ساعات يعني من المية وخمسين بدك تحل أكثر من خمس وسبعين سؤال عشان تنجح بالامتحان علامة النجاح ستة وسبعين فما فوق السؤال اللي الكل بسأله مصادر الدراسة على الامتحان من وين أجيبها لو بدك تدخل على موقع برومترك الرسمي رح تلاقي أسماء كتب كثيرة معتمدة عشان تدرس عليها على امتحان برومترك قطر لكن مستحيل تقرأها كلها يعني أسماء عشر اتناعشر كتاب أجل واحد ألفين صفحة بدك خمسة عشر سنة لما تخلصهم فبعض الناس إيش بيعملوا كتب ومراجع التمريد بتهمك خصوصا إذا أنت أصلا ناجح في امتحان ثاني لأي دولة ثانية سواء دولة خليجية أو دولة أوروبية أو غربية فمثلا إذا حواليك كتاب إنكليكس أمريكي بتقدر تدرس عليه بفيدك كثير هم أصلا كل امتحانات الخليجة شبيهة جدا بالامتحانات الأمريكية والكندية والبريطانية فبتستفيد مواقع الانترنت مثل موقع برومترك وموقع أكثر من مؤسسة تمرضية اللي بتعطي النماذج والأسئلة التدريبية والأسئلة المخترحة دورات تدريبية في كثير معاهد حول الوطن العربي ممكن تعطيك دورة بسعر بسيط 100-200 دولار كيف تنجح في امتحان برومترك وكيف شكل الأسئلة اللي راح تيجيك الامتحانات التجربية ممكن تلاقي على النت كثير امتحانات تجربية وكثير أسئلة سنوات سابقة سواء على النت أو على الفيسبوك جروبات الفيسبوك وهكذا في كثير جروبات على الفيسبوك اسمها امتحان برومترك قطر أو امتحانات الخليج أو التجهيز لامتحانات الخليج أو مجموعة المتقدمين لامتحانات الخليج أو وظائف بالخليج اشترك بكل هالجروبات واكتب بوست واحد بدي أسئلة سنوات سابقة أو أسئلة مخترحة لبرومترك قطر و100 ألف واحد بيبعث لك في قائمة أو سلسلة فيديوهات حوالي 50-52 فيديو على اليوتيوب إذا بدك تحضرها اسمها مراجعة ملف غيث للبرومترك دور عليها وحضرها كاملة بفهمك كيف الامتحان بيجي وفي نهاية الامتحان مش صعب أصلا ملاحظة مهمة طب لو أنا معي امتحان ثاني ممكن أنه يفيدني بالبرومترك طبعا فيه امتحانين بس في العالم كله بفيدوك في البرومترك تبع قطر أو أصلا بيعفوك من برومترك قطر لو أنت ممرض ناجح امتحان إنكليكس أمريكا أو امتحان سي بي تي تبع بريطانيا فأنت مش راح تقدم برومترك أصلا أنت راح تدفع الرسوم فقط وتسلم رخصة مزاولة المهنة القطرية وبس أنا صارت معي شخصيا معاي سي بي تي بريطانيا ومعاي إنكليكس أمريكا بعدت لهم الشاهدتين قالوا لي بس بتبعت الأوراق المطلوبة وبتدفع الرسوم المطلوبة ما في تقديم امتحان العملية كلها كلفتني ممكن ستمية وثمانين ريال يعني حوالي مية واربعين مية وخمسة وثلاثين دينار بالتوفيق للجميع ولا تنسوا أنه ما حدا بيساعدك قد نفسك بكل بساطة اكتب على جوجل أو استعمل الذكاء الصناعي اكتب على جي بي تي مثلا اكتب له مصادر للتحضير لامتحان برومترك قطر بيطلع لك بدل واحد ألف وبالنهاية أي واحد بده أي استفسار أنا بالخدمة لو عجبك الفيديو لايك للفيديو لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعال زر الجرس عشان أوصلك جديد من أول بول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته